مرحبا بكم في الحلقة الخامسة من كسر لصنام بش نحكي في الفيديو هذا على حاجة مع عمري مسمعت إنسان حكي علها قبل نتصور ونزعم أني أول شخص في الدنيا انتباه لحاجة هذه وحكي علها بدونك نتمنى تركزوا معايا وإن شاء الله نفيدكم الكلنا نعرفوا أنه الإسلام أو الوحي هبط على سيدنا محمد كيف كان عمره 40 عام باي وقبل 40 عام هكي كيفاش كان كيفاش كان والعباد علش مع عمري من نسمع الشيوخ أو العلماء يحكيوا عن 40 سنة الأولى من حياة النبي علش التركيز الكل في 23 سنة الأخرين من حياة النبي وال40 سنة من عمره من نسمعوا عليهم كان القليل القليل يعني كي تقرأ سيرة النبي تلقى كل اللي يذكروها عليه هو بعض من خصاله وين تربى شكون رضعه والقصص الأخرى مع الصحابة والأحاديث والغزوات وغيرها الكلها في 23 سنة الأخرين من عمره تركيزي على حياة الرسول في 40 سنة من عمره خلاني نكتشف حاجة خطيرة وعظيمة برشا اللي هي ما تستحقش الإسلام بش تكون متربي و بش تكون إنسان عظيم ركزوا معايا الرسول عاش في بيئة جاهلية ما كانش في مدين كان مجتمعه يعبد لصنام كانوا يشربوا الخمر، صباحوا ليل كانوا يرقصوا ويزنوا ويستعبدوا العباد ويقتلوا البنات الصغار ويعملوا كل المبيقات كانوا همجيين، بربريين ووحشيين هذا السائد في وقته أما كيف كان الرسول قبل الإسلام؟ هل كان يشرب الخمر؟ لا هل كان يعبد لصنام؟ لا هل كان يزني؟ لا هل كان يخون؟ لا هل كان يسرق؟ لا هل كان يعرف ربي؟ لا هل كان مسلم؟ لا ما زال ما بطش عليه الوحي وما يعرش لهو رسول رغم هذا كان أصدق الناس مستحيل كذب النهار كان أقمن الناس وأوثقهم في التجارة لدرجة أنه لقبوه العباد بلقب الأمين كان ما يغش حد ما يظلم حد كان يساعد الضعفاء ويكرم الضيف ويصل الأرحام وينصر المظلوم ويوفي العهد لدرجة أنه أعداء وبيدهم كانوا يشهدونه بأخلاقه وأمانته وصدقه ويحبوا يتعاملوا معاه نسألكم سؤال ما الذي يجعل إنسان عايش في الصحراء من غير دين بالأخلاق هذه؟ أكيد ليس الإسلام خاطر ما زال ما أبطش عليه ما الذي يجعل إنسان بالمواصفات هذه هو ما يعرش ربي أصلاً لكي لا تخاف ربي معنا ما لم يخاف لا هو ليس يخاف أما هو مولود على الفطرة السليمة اللي هي احترام وحب كل خلق الله اللي هي الإنسانية ينجم يجيني واحد متحضلقته ويقول لي تي ما هو ربي يشرح له صدره كيف كان صغير خاطر فما حديث ضعيف يقول لك ربي يشرح له صدره ثلاثة مرات مرة منهم كيف كان صغير ولا يقول لي تي ما هو مختار من اللول بشيكون نبيي والنبوء أظهرت عليه من لي هو صغير نجاوبك بكل بساطة وابراهيم شنية كانت نبوءته وابراهيم ربي يشرح له صدره وموسى ربي يشرح له صدره ونوح وسليمان وغيره بريسك كل الأنبياء والرسل اللي اختارهم ربي كانوا متخلقين محترمين متربين وأنقياء من قبل ما يهبط عليهم الوحي وهذا أصلاً سبب اختيار الله لهم هو ربي مش يهبط نبيه مسميه كاك لا هو يشوف شكون أنقى وأنظف وأذكى وأصدق راجل في المجتمع هذاك ويختاره بشيء يدي الرسالة وينشر الدين عندي لك حجة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم عرس بخديجة كيف كان عمره 25 سنة يعني باقي قبل ما يهبط الإسلام باهي قتل الرسول حالة شاذة مختار من الله من الحكمه عليه ومرته خديجة هل كانت زانية كاذبة تشرب الخمر مرأة مش باهية ما هو اللي يخل مرأة كيمة خديجة مرأة طاهرة عفيفة شريفة يعرس بها الرسول قبل الإسلام بيدو والصحابة اللي جاءوا من بعد زع ما كانوا فاسدين أبو بكر صديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب زع ما كانوا في السيد قطعتوا رق ظالمين كاذبين عنصريين عقين لولديهم ما هو اللي يخليهم يكونوا عباد شرفاء صادقين طيبين ما غير ما كانوا يعرفوا ربي أصلا وهذا هو سبب تسجيلي للفيديو هذا بش نقول لكم راه وتنجم تكون كيمة الرسول متخلق حكيم صادق وفي ما تشربش ما تزنيش ما تظلمش ما تقتلش ما غير ما تكون مسلم أصلا وهذا بالضبط عليش الغرب خير مننا عليش دي ما نقوله الغرب مسلمين ما غير إسلام هاكا هما أفضل دليل على صحة كلامي انه تنجم تكون عادل ومظيف ومتقدم ومتحذر وغني وذكي ومتخلق ومحترم وطيب وآمين ما غير ما تكون مسلم أصلا والله العظيم يا جماعة أكاد أقسم انه لو كان فما رسول آخر بعد سيدنا محمد اللي اختاروا ربي يكون من الغرب من اللي نسميهم احنا كفار وملحدين يكون ألماني ولا كندي ولا نرويجي أما مستحيل يختاروا ربي عربي مستحيل ربي يختار واحد عربي بشي قدر يسالة متاعه مستحيل يختار واحد من هالأمة الضاية على الفاشلة التعبة المتخلفة وسبحان الله كيف نشوف الغرب نتفكر سيدنا محمد نفس الوضعية عباد أمينة صادقة منصفة عادلة من غير ما يعخل الإسلام أصلا وما يعبدوش ربي أصلا فما حاجة ننقضها ديما وما تعجبنيش ونحب نبرتجع معكم كيف تسأل طفلة شنية أهم صفة في راجل أحلامك ولا كيتقدم لك واحد وقتش تقبل به تقول لك نحب ويصلي قل لك مدام يصلي معناها يخاف ربي وباش يهنيني منين جبتوا التخلف هذا وين هذا في أنا دين في أنا دستور في أنا قانون شنو كمية الجهل اللي في العقلية هذه حتى الأمهات بيدهم تقول لك مدام يصلي مدام يشرفنا ياخي الإسلام صلات قداش من واحد يصلي ويسرق أو يزني أو يشرب أو حتى يكفر ربي سعاد قداش من واحد يصلي وعنده مشاكل نفسية قداش عار راسك قداش من واحد يصلي وعنده عقدة الأم أو يحب يكون عنده صحبات أو بطاله وكركار وحب مرته وتصرف عليه أو جلطان ما يعرش يحترم الناس قداش من واحد يصلي هو نرجسي أو منفصم الشخصية أو مختل عقليا أو عصبي أو مخنف أو بخيل قرمات شحيح أو ضعيف شخصية أو 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 قداش من طفلة تصلي أما أنانا أو منانا أو حنانا أو خرنانا متكبرة عديمة الثيقة كذابة خائنة حقودة نمامة برشة صفات ياخي الدنيا صليت وهذا سبب من أسباب كثرة تتلاق في العالم العربي كهو لأن يصلي تقبل به يتكيف ويشرب ويكفر ربي ويضربني وبارد معي ومن بعد تفع حكايتهم في المحكمة لذلك الاستنتاج الذي نخرج به من حياة الرسول هو لا يجب أن يكون الدين لكي نكون متخلقين لا يجب أن تربية التربية هي السر الذي يخون والذي يكذب والذي يسرق والذي يعق والديه ليس لا يعرش ربي أما لا يجب أن تربية ما يعرش الإنسانية عنده مشاكل نفسية خذوها قاعدة مني كل إنسان يرتكب مع عاصي هو في الحقيقة مش إنسان ما يخافش ربي لا هو إنسان مريض عنده مشاكل نفسية خلاته يعمل هك هذاك عليش ديما أكد على حسن التربية أحسنوا تربية أطفالكم وقت ربي ولدك تربية صحية سليمة ويطلع ساوي نفسيا وقتها يطلع أحسن مسلم متدين في المجتمع لازم تربي ولدك على القيام والأخلاق والإنسانية وكيف يكبر ويقرأ وحده القرآن والأحاديث أتو يلقى الإيمان داخل القلب وما غير ما يشعر جملة الدين بعثوا ربي لتقربوا منه ليس بشي يعني بشي هذب تبايعنا بشي هذب أخلاقنا وطريقة عيشنا بشي نبهنا من عذاب يوم الآخرة لو أذنبنا وتمردنا وبيش يطمنك ويقول لك رهو أخلاقك وتربيتك وطبيعتك مهاش خسارة أما بشي نجازيك عليها بالجنة الإسلام جاء بشي يحط نقاط على الحروف ويوضح كل شيء للناس بشي يكون حج عليهم نهر آخر زاد الإسلام جاء بشي يربي العبادة اللي ما ترباوش هو مصغر فرضاً كان عندهم والدين جاهلين أو فقدوا أحد أبئهم أو 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 فيكون الإسلام آخر كرتوشة لهم بشي يترباو ويستقيموا لكن تربية الحقيقية تكون قبل الإسلام أصلاً يعني يا عندك يا عندك إنسانية في تباعك وقلب سليم ونفس مطمئنة وروح طاهرة وتكون متخلق ومحترم يا ما عندك وتكون وقتها إنسان شرير شيطاني مريف والإسلام بريء من كل هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته